أنا علاقتي بأحمد وبعبد الرحمان يمكن قبل هما ما يتولدوا دي تيجي إزاي بقى إبراهيم ربنا يدي له الصحة السيد إبراهيم أبوه وهي أختي حامل في أحمد قال لي أنا بيتردد علي رؤية قلت له إيه هي إبراهيم قال لي أنا بشوف أن أنا في حضرة سيدنا عثمان بن عفان ونحن جميعا نعلم أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه ذنورين فقال لي إن هذه الرؤية ترددت علي مرة أخرى فلما جاء أنا أحمد تقبل إبراهيم هذا الأمر بصدر رحب بسم الله وإشاء الله يمكن الشيخ أحمد بسم الله وإشاء الله عليه عنده نوع من طلاقة اللسان وده شيء طبعا القرآن هو اللي دهوله والشيخ عبد الرحمن بسم الله وإشاء الله عنده عنده داخل يعني في الخطابة وفي العلم كله وبسم الله وإشاء الله برضه ختم القرآن وأرضف الله سبحانه وتعالى بعد أحمد بعبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن فأصبح إبراهيم فعلا كان في حضرة سيدنا عثمان بن عفان ذنورين رضي الله عنه الزرين